إذا أما تتعرض له المدينة المقدسة من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال ناشد مجلس رؤساء الكنائس في الأردن في بيان صادر العالم المسيحي بأسره والمجتمع الدولي وكل أصحاب الضمائر الحية للتدخل من أجل وقف هذه الاعتداءات على المواطنين في القدس الشرقية وعبر المجلس عن تأييده لما يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لكل مواقفه الثابتة والمشرفة انتصاراً للحق والعدل والسلام في فلسطين وخاصة مدينة القدس التي بذل الهاشميون كل غال منفيس في سبيل الحفاظ على هويتها الأصيلة لتبقى أرض المحبة والصلاة والطلاق بين جميع أتباع الديانات السماوية